اهلا بكم حبايبي طلوات الصف السادس عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير مع بعضين النهاردة في كونسيبت وانتون السؤال الاولاني يا محترمين اتشوز امان اندى مصل which you can't control من ضمن العضلات اللي مقدرش تتحكم فيها ها اندى مصل لا بنتحكم فيها اي لاي اي ليد مصل سوري حضرات الجيف نهية دي بقى لكن اللي بنتحكم فيها والزراعة الارمن بنتحكم فيها هتبقى الاجابة اي اي اولاد هتبقى الاجابة دي اوكي اي اللي مصل اتنين الديفرام الحجاب الحاجز بيساعدك ان انت بتاخد الاكسجين لجوها تتنفسه تتنفس هون ات لما ناخد اكسجين اوكي ندخل اكسجين قضي اي افرام بيحصل له انت بريس اوت نطلع الهواء برا بريس اوت اللي هو اكساهيليجا هو ان ات ريلاكس يبقى نختار له ده بيحصل له كونتراكت لما بريس اين نتنفس الهواء بيحصل له ريلاكس لما بريس اوت نطلع الهواء الى الخالق ثلاث هارتم اصلا عضلت القلب نعط تبام بزا بلاد عضلات القلب بيحصل له ايه عشان تضخ الدم اللي هو بيحمل اكسجين لكل خلال الجسم بيحصل له انتراكت عندي ريلاكس على دون توقف ايه اللي جابت ايه اللي بعده اه امانج زا اورجان وش كنتين من العضاء اللي فيها اه عضلات ارادية ولا ارادية لايه الآية الحقيقة الآية انت ممكن تتحكم في الحركة يمين شمال فوقتها دي حركات ارادية في عضلات هنا انت تستخدمها في كرة العين واحيانا لما واحد يقرب منك كده فقع حاجة تلاقي نفسك بتير مش كده غصبا عنك دي بتبع حركات الارضية في العين بتشمل الانفولانتري وايه والفولانتري يبقى اللي جاء بقى ايه العضلات اللي هيكلية اللي هي المرتبطة بالعظام بتعمل في شكل ازواج يعني يعني مثلا في عضلة يحصل لها كنتراك عضلة غيرها في نفس المنطقة يحصل لها ريلاكس امتى الكلام ده بيحصل؟ لما بتحرك ايديك طورد يور شولدر لما بتحرك ايديك ناحية الشولدر الكاتف لان الفرونت مصر لعضلة الامامية بيحصل لها كنتراك والباك مصر بيحصل لها ريلاكس فانا اختار الايجابي اوكي اللي بعده الجهاز اللي في جسمك اللي بيستجيب للمواقف المختلفة عن طريق افراز الهرمونات طبعا مين؟ اندوكراين ايه؟ اندوكراين ايه يا ولاد اندوكراين اه سيستم سبعة من ضمن وظائف جهاز الغذة الصماء ترانزميتنج فود مين الى الطعام؟ كنترولنج مصر بيتحكم في العضلات؟ كنترولنج ضباطي تيمبريتشور؟ آه بيتحكم في درجة الحرارة والبلاد بريجر وضغط الدم ده مين؟ الفانكشن بتاع الاندوكراين سيستم كل اللي جادة بيحصل بمساعدة الاندوكراين سيستم لكي نواجه ونار من الخطر الاندوكراين سيستم بيعمل حاجاته كلها ما عادة مصر؟ لا بيحصل انكباط في العضلات بيزداد معدل التنفس؟ لا بيزداد معدل التنفس بيزداد معدل ضربة القلب؟ بيزداد معدل ضربة القلب؟ هضم الطعام اللي انت بتاكله لا هي دي بقى نبول اكسبت فانختار دي اوكي؟ كل ده من ضمن انواع البلات فيزي الأوعية الدموية اللي هي تابع السيركولاتيوسيسي معدل القلب هو مش تابع البلات فيزيز اللي تابع البلات فيزي الأوعية الدموية بلات كابلز الشعيرات الدموية يلا مع بعضنا هي محترمين؟ عشرة سيركولاتيوسيستيم كانت ترانسبورت والدفولون الجاز الدورة ممكن ينقل كل المواد اللي جاية دي خلال عضاء الجسم او اجزاء الجسم اكسبت بين النيوترينتس لا النيوترينتس بتنميل الجاز الهرم البونز العظام هالجاز الدورة هنا للعظام؟ العظام دي سابتا لما حضرتك او حضرتك تقابلوا مواقف خطرة السيركولاتيوسيستيم دو ودفولون الجاز الدورة بيعمل كل الحاجات دي ما عادة يرهرت بيتس انكريز؟ لا بيتس داد مسل اف يو بادي ريلاكس هي دي لان المسل مش بيحصل لها ريلاكس بيحصل لها كونترات عمين اولاد؟ ايه اللي بعده؟ اللي بعده ياولاد رقم 12 among the organs which belong to the respiratory system من العضايا اللي بتنتمي الجاز التنفسي طبعا اللونغس اللي سمك طبع digestive system لا طبع circulatory system اللونغس طبع respiratory اللي نختاره نعلم على دي لونغس اما البرين طبع nervous اللي بعده رقم 13 the system which provide your body الجاز اللي بيمد جسمك بالأكسجين and get rid off واتخلص من الكارمون داكسجين طبعا ده مين؟ رسباراتو جاز التنفسي the lungs stick in air رأيتم بيهول هوا هونزا ضائف رعب ها طبعا كنت راقت بينما ريليس بيطلعوا الهوا الكارمون داكسجين لما الضائف رعب ريلاكس وانا اختاره زي سيستم وتشاهل زي سبريتوري سيستم ان ترانسبورتنج أكسجين الجهاز اللي بيساعد جهاز التنفسي في نقل الأكسجين from من الرائتين to all body organs طبعا الجهاز اللي بيساعد جهاز التنفسي من نقل الأكسجين من الرائتين إلى جميع أجزاء جسم مين؟ أكيد سيركولاتري سيستم الجهاز الدو عشان فيه البلد صح؟ اللي بعده هي محترمين نشوف مع بعض heart muscle draw force عضلات القلب تعتبر volantary muscle القلب volantary عضلات إراضية انت اللي تحكم فيها يبقى إجابة force heart is made of a type of involantary القلب نوع من العضلات اللي إراضية تسمى skilletal muscle skilletal muscle ده غلا ديك عضلات قلبية هي بالعبارة رطاء دي عضلات skilletal muscle ده عضلات تهيكلية أو عضلات عظمية القلب وفوش عظم مهمين يا أولاد؟ يبقى رقم اتنين ايه؟ رقم اتنين false تلاتة يا محترمين heart muscle contract عضلات القلب تنقبض and relax تنبسط all time without stopping طبعا لو توقف يموت الإنسان قبل عبارة true the muscles that help you move your eyes العضلات اللي بتساعدك انك تحرك عينيك in different direction في التجاهات مختلفة تعتبر volantary تاني العضلات اللي بتساعدك انك تحرك عينيك انت اللي بتحرك عينيك في ال different direction يبقى دي عضلات اراضية طبعا الإجابة true الإجابة يا أولاد true صح اللي بعده خمسة all skilletal muscle are consider كل العضلات اللي هيكلية تعتبر involantary عضلات لا اراضية لا مين قال كلم skilletal muscle دي ازا عضلات الرقب عضلات الدراع عضلات الرجلين دي عضلات volantary انت بتحكم فيها لكنها يقولك involantary لا اراضية يبقى الإجابة false endocrine system secret hormone that controls increasing of your pressing rate during the denture طبعا بيفرز هرمونات بيخليك تزود معدل التنفس يبقى 6 true 6 يا أولاد 6 إجابتها true 7 heart begin to beat quickly during the normal situation القلب بيبدأ ينقبض بسرعة أثناء المواقف الطبيعية غلا بأثناء danger في وين زهارة بيتس إنكريز لما ضربات القلب تزيد البلاد بريجر إنكريز حقيقي صح؟ ضربات القلب بيزيد ضغط الدم بيزيد عشان الصرع الصرعين دم في الشرعين بيكتر يبقى 8 true 9 تريكيا is the only airway تريكيا is the only airway القاسة بلاقوية هي الممر الوحيد اللي من خلال الاكسوجين بيدخل إلى الرئيتي لا إحنا عندنا تريكيا وعندنا الشعب يبقى 9 false in danger situation the body seen the more oxygenated blood في المواقف الحرجة القطرة الجسم بيبعد اكسوجين دمه محمل بالاكسوجين دمه مؤكسد to all the muscle and brain to face the danger طبعا الإجابة روح صح؟ فهمين يا أولاد في المواقف المختلفة الكسمة بيبعد دمه مؤكسد للعضلات والمخ علشان هو إجار الخطط يبقى رقم 10 true طيب 11 blood transporate oxygen gas only الدمه بيحمل الاكسوجين فقط to all the body organs and tissues والأنسجة لا الدمه بيحمل الاكسوجين بيحمل neutrantis بيحمل hormones يبقى 11 خاطئ our arm muscle عضلات الزراع العليا are considered voluntary عضلات إرادية طبعا الإجابة true حضرتك أو حضرتك يا محترمين اللي بتحكموا فيها أوكي اللي بعده راين that scientific term أكتب المصرح العلم they are muscles that move automatically عضلات بتتحرك بشكل طلقائي and you can't control ما بتقدرش تتحكم فيها أنا بتكلم على يعني بيكتب أنا كده أولاد عشان ما كان تبقى بيبداية بيتكلم على العضلات اللا إرادية هتبقى الإجابة محترمين Involent المصر تعامين الإجابة Involent المصر they are muscles that you can control عضلات بتتحكم فيها ها يبقى Volent Volent ايه Volent المصر اللي بعده يتزقى مصر ذات هلبي وين تكون ترعب عضلات بساعدك انت تتنفس لما بتنقبل أو تطلع كاربون دوكسايد السفير إلى الخارج اتريلاكس هنا طبعا تتكلم على عضلة مهمة جدا وتفصل بين الصدر والبط اسمها دايفرام بيري جيد اسمها يا أولاد طبعا افرام اوكي اللي بعده زيار مصر وتشقال وزي موفمين وزي بون طالما قالك مصر وبونز عضلات بتسمح بحركة العظام يعني مرتبطة بالعظام يبقى الإجابة قول ولا دكتور ها يبقى يبقى شاطن ها very good skeletal muscles بالله حلوين it is the system that secret hormone على طول الجهاز اللي بيفرز هرمونات من غير ما تكمل into crying يعني يا أولاد into crying system كيازة بغضة الصمار it is the system which consists of heart blood visits يا ترى الجهاز اللي بيتكون من القلب وال blood visits ها من غير ما نكمل طبعا ها very good circulatory system اللي بعده جهاز اللي بيتكون من الرائتين وممارات هواية بيمروا فعل هوا زي مثلا التريكيا او أنا بتكلم على مين ها respiratory system اوكي اللي بعده يا محترمين complete the following sentence اجمل العبارات القتي muscle of eyelid جفن العين عضلات جفن العين زي تقلاوي blink خليك ترمش many times ما حد يقرب من عينك كده وانت ترمش عنيك غزبا عنك دي تعتبر ايه very good involuntary يبعينا involuntary involuntary muscle while the muscles that help you I pull to move in different direction العضلات اللي بتساعدك انت تحرك عينك فيه اتجاهات مختلفة تعتبر voluntary اللي بعده the muscle of heart muscle of heart تعتبر طبعا involuntary عضلات الارضية هينكتب هنا نفس الكلمة اللي فودي هنكتبها تحت ثلاثة all muscle can do function of movement by كل العضلات ممكن تؤدي وظيفتها وظيفة الحركة عن طريق طبعا طريق contraction الانكفاض والانبساط contraction and relaxation and the grand system consists of جهاز الغضة الصماء ها بتكون من طبعا بتكون منين هو من اسم جهاز الغضة الصماء بتكون من glandes good okay glandes which secret بتفرز ايه glandes بتفرز hormones okay hormones that control the body temperature and blood الهرمونات دي بتتحكم في دارة الحرارة والblood pressure very good لو اضغط الدم in dangerous situation المواقف الخطرة endocrine system secret hormones هي hormones which allow you not contract في المواقف الخطرة الجهاز الغضة ده بيفرز المونات بيخلي ايه تنقبض المسل صرح العضلات contract and increasing the rate بيتزود معدل يور بيتزود معدل التنفس pressing فاهمين اولا يبا بيتزود معدل ايه التنفس pressing بيتزود معدل التنفس and ويه كمان الهارد بيتز ضربات القلب اوكي تمام اتمنى تكون وفاهمين ولو فاهمين ما نساش ننزل دوقتي على لايك الجميل ونشاير الفيديو عشان كله ولادنا وبناتنا يستفيدوا وتنجح القناة وتبقى جميلة من خلالكم شاء الله يلو يا محترمين في المواقف الخطرة في المواقف الخطرة القلب بيضخ دم كتير ويتش كاريز بيحمل ايه بقى الدم ده بيحمل صح انا ايسف كتبتها خلق اللو الاكسجين بيحمل المواد الغذائية بيحمل الهرمونز هرمونز حلو كلام حلو كلام يبقى في المواقف الخطرة القلبة بيضخ دم والدم بيحمل غازات اكسجين لو عايز تكتبينها اكسجين اوكي زالانج ريليز زا اير رقاتين بيطلعوا الهوى زا تزيرتش الهوى اللي بيطلع من جزمك غنب ايه ها كاربون دايوكسايد كاربون دايوكسايد كاربون ايه دايوكسايد اه جايز ايه وين زا مقت مصر ريليكس لما ايه اللي بيحصل له عملية انبساط طبعا الضيفران مصر كمانا كده ضيفران خلاص هولان اللي بعده لما ضربات القلب تزيد ومعدل التنفس بيزيد جسمك بيبعد مور نقط بلد مور اكسجينات بلد يعني بيبعد دم مؤكسد دم مؤكسد يعني يحمل اكسجين يبعينا اكسجينات اكسجينات انا ايسف اولاد ما كتبتش معايا انا بحتزر تيني نكتبانا كده اكسجينات اكسجينات ايه بلد ضوز المصر من ضمن العضلات الهيكلية العضلات الهيكلية المرتبطة بالعظام اللي ممكن تتحكم فيها زراعة العلوي عضلات الزراعة العلوي اخدنا اخدنا نيك مصل نيك مصلز اللي هي عضلات الرقبة واللجز طبعا الليجز تعتبر عضلات برضو عضلات هيكلية اوكي ايه اللي بعده يا محترمين السؤال اللي بعده جيف ريزون جيف ريزون اسكر السبب عضلات القلب بتعتبر عضلات لا اراضية ليه عشان احنا مش بنقدر نتحكم فيها بيكوز وي كانت كونترول ان اتس موفمنت يبقى نكتب كده بعيدة عن السطر شوية بيكوز وي كان وي كان كونترول ان اسف اتس موفمنت وسؤالات يبقى لجابة بيكوز وي كانت كونترول ان اتس موفمنت هردا ماصر كونتراكت يعني دي ريلاكس ليه عضلات العلب دايما بتنقبض وتنبسط دون توقف ليه عشان تضخ الدم بكل اجزاء القسم يبقى تو كونتراكت تو اسف تو بان تو ويولد تو بامبس بلد تو والبادي بارتس اوكي السؤولين طالع الكثير اوي اوكي حتى يضخ الدم الى جميع الجسم البعض the muscles that surrounds the eye pull are considered as voluntary muscle ليه العضلات المحيطة بالجفن العين تعتبر voluntary عضلات اراضية ليه because we can control in its movement هناخد نفس الاجابة دي بس بدأ الكلمة because we can't هنقول because we can control هنكتب هنا because we can control in its movement very good when the body face danger لما القسم يقاب الخطر the heart beat increase why ضرب القلب تزيد لما قسم قبل الخطر لأن انا عندنا جهاز مهم اسم ايه endocrine system بيقف الزهرمونات يخلى ضرب القلب تزيد يبقى because endocrine system secret okay endocrine system بيعمل اولا endocrine system secret hormones بيفرز هرمونات بتعمل هرمونات يولاد that increase heart beats that increase heart beats time بتزود طويلة يعني انا واقفت ايه لا يحصل هيتكل على الله هنقول بايبان صح يبقى human will die هتبقى human ايه human الانسان will die very good ماذا يحدث زي human body يحصل ايه الجسم الانسان لو ان ظهرت بيت increase ضربات القلب بتزيد اثناء الخطر طبعا مضاربات القلب بتزيد القلب هيدخ دم اكتر صح يبقى زهرت اللي جاب هنا زهرت زهرت will will ايه سوف يضخ more blood more blood ها طب مصل الى العضلة ماذا يحدث الى وانزا ضايف رام مصل كونتراك ضايف رام الحجاب الحاجز اللي بيفصل بين الصدر والبطن اللي بيفصل بين والأبدوم من الكافت التجويف والبطن زا يحصل لها ايه الرئايتين لما تضايف رام ده ينقبض ينقبض معناه مفز او ينزل تحت كمان طبعا ده الهواء اللي غانب الاكسجين بيدخل جوه زا لانجس تيك ان اير ريتش ان اوكسجين لانجس الرئايتين بتاخد الاكسجين الهواء المحمل بالاكسجين اوكي يبقى زا لانجس تيك ان اللي بقى لك بقى تيك ان عكسي تيك اوت تيك ان اير بتسحب الهواء اوكي تيك ان اير ريتش ريتش الغني ان اوكسجين فاهمين اولاد اخر سؤال يا محترمين وقال لكم باي باي دول جاهزين طبعا ده وضحه وده السؤال بيقون سيستم نمبر نقط انا جهاز في الاتنين بيساعد جهاز الغضاء الصماع في حمل الهرمونات ثم اصل الى العضلات والمخ بتاع الشخص يا طرد اولاد ده اللي بيحمل الهرمونات يبقى هنا هنكتب نمبر دو تمام هارت زاد بلونج سيستم نمبر القلب بينتمي للجهاز رقم اتنين نفس الكلام تلات سيستم نمبر ات كونتينز دا افرام انا جهاز فيه الحجاب الحاجز اهو جهاز التنفسي نمبر وان اخر سؤال ولوكم باي باي لايك الجميل وانشاير الفيديو يا محترمين عشان كل ولادنا وبنقاتنا يستفيدوا بس سيستم نمبر كل من الاجهزة واحد واثنين هل غاز غاز دا بيساعد غاز نوع تريد شو مصر انا غاز بيصل الى العضلات والمخ بتاع الشخص ها يبقى جهازين دول بيساعدوا غاز مين ان بيوصل للعضلات طبعا غاز الاكسجين يبقى نكتبين يا ولاد اكسجين يبقى الاجابة يا ولاد الايجابة اكسجين اتمنى انت تكونوا فهمتوا واستفدتوا ربنا معاكم ربنا وفاكم يا اعلى طلب وطلبات وللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله